أظن بأن هذه الشراكة بدأت تأخذ منحاً إيجابياً في السنوات الأخيرة ويجب التذكير هنا أن العلاقات المغربية البريطانية لها أكثر من 800 سنة حيث أن هناك عرفت محطات إيجابية وأخرى متباعدة ولكن في شموليتها كانت هناك علاقات متميزة وأظن بأن ما يساهم في تعزيز هذه العلاقة ما بين المغرب وبريطانيا هو كون أن هناك نظامين ملكيين يعملان على تأثيرها من أجل الدفع بالعلاقات ما بين البلدين إلى إيجابية سياسية لكل الطرفين هناك أيضاً البرلمان الذي يلعب دور مهماً في تقريب وجهة نظر ما بين المغرب وبريطانيا حيث نعلم أن البرلمان دور مهم على مستوى الساحة السياسية البريطانية أظن أيضاً بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساعد كثيراً وحرر التحرك السياسي لبريطانيا والمغرب التقط الإشارة مباشرةً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتجديد هذه الشراكة وبناء شراكة جديدة ومتجددة للدفع بالعلاقات ما بين البلدين ولذلك لاحظنا أن كان هناك ارتفاع كبير لحجم المبادلات أو التبادل التجاري ليصل إلى حوالي 23 مليار درهم في السنة الماضية حيث كان هناك ارتفاع بنسبة 50% مقارنة مع سنة 2019 ويجب الإشارة هنا أيضاً إلى أن الرباط أو المغرب يعتبر الثاني مورد فلاحي للسوق البريطاني وهذا جد استراتيجي في العلاقات ما بين البلدين وأيضاً يجب الإشارة إلى الرغبة بريطانيا في تعزيز هذا التبادل التجاري حيث عينت السنة الفائتة مبعوثاً تجارياً من طرف الحكومة البريطانية من أجل الدفع بالاستثمارات ما بين لندن والرباط لترقى إلى مستوى تطلعات البلدين ناهيك عن رغبة لندن أيضاً في التموقع سريعاً في السوق الإفريقية من خلال ربط أو توتيق هذه العلاقات مع الرباط خاصة وأنها تعتبر الرباط كمنصة صلبة ستراتيجية لها للدخول إلى العمق الإفريقي